نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة السويسوات بوفاة راشد عصام السويس لاعب منتخب الشباب للملاكمة الذي توفي خلال مشاركته في مباراة ضمن منافسات بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في بولندا وعرب العيسوي في اتصال هاتفي مع أسرة الفقيد عن تعازي ومواساة جلالة الملك سائلنا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته هذا وكانت الأوساط الرياضية والشعبية الأردنية قد ودعت بحزن شديد بطل منتخب الملاكمة المرحوم راشد السويس الذي شيع جثمانه من كنيسة مقبرة الفحيس إلى مثواه الأخير